حكاية اللي جاية مش حكاية هو طلب والطلب غريب شوي أنا آسف أنا عارف أنه المفروض ما يتعملش كده بس طلب غريب يعني بس حاول لأ جايز يحصل حاجة جايز حد يسمعني أنا عارف دايما يعني جايز درجات الحرارة من هنا لغاية يوم السبت الجاي في الاربعينات تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين أربعين واحد واربعين الحرارة صعبة جدا هل ممكن أطلب من السيد رئيس الوزراء أنه يستسني هذا الأسبوع من قطع النور هو طلب غريب شوي أنا عارف إنما الرحمة فوق العدل الرحمة بجد الجو صعب وفي ناس مريضة في ناس تعبانة في ناس حياتها صعبة في ناس سكنة في أدوار عليا في حيات كتير الأسبوع ده ما هو لما تكون درجة الحرارة فوق الاربعين لازم تقدروا تعملوا حاجة يعني حتى بحق حلاوة الفلوس اللي جات بتاعة راس الحكمة الدولار اللي نزل القرشين اللي جايين من الصندوق يعني حلو بقوا إينا يعني الدونة حلاوة أنا ما بقولش الصف كله أنا بقول في أسبوع مرعب هل من الممكن إن إحنا ما نقطعش النور في الأسبوع ده بلاش لو حتقول لي مش حقدر لو سمحت نقطع النور ساعة واحدة ما يبقاش ساعتين بالمناسبة في مناطق في مصر بيتقطع فيها دلوقتي أكتر من ساعتين فهل من الممكن السيد رئيس الوزراء التلاجات اللي بتبوز الأكل اللي بيبوز الحاجة اللي يعني الناس حالتها بتبقى صعبة قوي في الساعتين دول أو الساعتين ونص أو الثلاث ساعات النهاردة كانوا فيه خبر مكتوب عن قرية من القرى النور بتضع فيها أربع خمس ساعات طيب هل من الممكن الإسبوع ده بس وأنا وعدك إن إحنا حنبقى مواطنين ملتزمين يعني حنشغل الكهرباء بالقدر كويس يعني أنا لو قلتلي إنه هتعمل الكلام ده أنا هعمل حملة قوية جدا وسط الناس إنه يا جماعة الدولة هتبقى لطيفة معنا الإسبوع ده وتمنع قطع الكهرباء خلينا نستهلك بوعي خلينا نستهلك بوعي بس الكهرباء تبقى موجودة إحنا مستعدين نلتزم بس الحرارة مرعبة كتيرة يعني أنا معرفش الإسبوع ده حيكلف كام بس ما ظنش حيكلفكو حاجة هتجي تقول لي يا عمر طيب ما ممكن تيجي درجات يا عم بعدين بقى نتكلم إنما إنت جيت قلتلي إيه قلتلي أنا بعد الثلاثين خمسة وتلاثين لا إنت بتستهلك كهرباء كتير طيب واللي أربعين والواحد واربعين واللي اتنين واربعين والتلاتة واربعين والخمسة واربعين وإتفيلز لايك حاجة واربعين طب ما نحاول بس نوقف مع الناس الإسبوع ده فرفاشة كده نعناشة أي حاجة يعني سيادة رئيس وزراء أنا عارف إنتم مش هتتأخر يعني أعودوا حسبوها يعني بس نعمل الهومورك أعودوا مع بعض كده طب إحنا لو سبنا الناس إسبوع عشر تيام عشان الجو صعب جدا وبعدها يبقى صيف عادي إن شاء الله إنما اليومين دول صيف غير عادي والنور بيقطع من الساعة ثلاثة الساعة ثلاثة دي بيبقى وصلنا لأعلى درجة حرارة يعني الصبح المبكر ده يعني الحرارة بتكون حرة بس الجو أكيد سيادة رئيس وزراء النهاردة كنت في بانسويف أكيد شفت درجة الحرارة عاملة إزاي يعني بانسويف دي أكيد كانت أكتر من القاهرة كتير فلو سمحت فكروا كده الإسبوع ده وشوف رد الفعل على الناس اللي هو نظرا تعرف البيان اللي يبتدي بنظرا نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتعاطفا مع الجمهور والمرضى والنساء والأطفال والامتحانات ومش عارف إيه قررنا إن إحنا نقلل قطع الكرابة بدل ساعتين يبو ساع أو من 11 خالص بس أمل يعني إنه على فكرة الساعة محتملة تعدي إنما الساعتين بتبقى بيخة وبتمدل ساعتين ونص وثلاث ساعات فهل من الممكن حضرتك نحسب نحسب هذا الأمر أنا شفت مواطنين كتير النهاردة عندهم الأمل ده اللي هو يعني أنتم مش شايفين الحرارة عاملة إزاي ترجمة نانسي قنقر